تعالوا روح لنادي الاتحاد السكندري وأنا معايا على التليفون حج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري برحب حضرتك يا فندم أهلاً وسهلاً بيكو مسائل فل مسائل فل عليك يا ابتدائي أخبار حضرتك إيه طب مني عليك وعلى صحتك يا شاكتك النهاردة يا فندم بنا بارك في عمرك يا رب نتعلم مما عليك يا فندم حبيبك يا فندم حبيب بنا بارك في عمرك طيب خليني أسأل حضرتك بقى الفترة اللي فاتت دي حك ما تكلمتش خالص في الإعلام وما ظهرتش وما وضحتش إيه الأمور إيه اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت واللي بيها انتهى أو انتهت العلاقة بالتراضي ما بين نادي الاتحاد السكندري وما بين الكابتن حسام وكابتن إبراهيم حسن طيب بص أولاً أنا عايز بس أقول حاجة إن احنا في مجلس دارة جديد في أول اجتماع مجلس الإدارة حضرتنا مثلا إيه نقود تشتور بنا ومن بعضينا وده أنا أحبط إن أنا يعني آخد السنة دي إن إحنا آآ أعمل ملفات لكل عضاء مجلس دارة كل المجلس يشتغل وانا بينه وبينك كنت عاوز إن أنا أبعد الساطقها يعني إن أنا عاوز لدي كل الناس بك يشتغل ملاف كرة القضر ملاف كرة القضر ملاف كرة الثلاث طائرة العلاب السردية الانشئات كل الكلام فحنا اتفقنا مين عاوز يشتغل اه اه. فجينا اجيب ملف في كرة القدم. فاحنا اولينا هزا الملف لانها برئيس النادي الاستاذ احمد مجيد. ام. ام. ام الشخصات المحترمة جدا وانا اصمع يعني 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 اه. بعزه وعارف ان هو ممكن يكون كادر محترم في المرحلة اللي جاية. ام. ومعا الاستاذ محمد حمد سلام عيد مجرد رزارة النادي واستاذ محمد النحيل. عزيم. وهنا الملف ده هيتوالدوه من اي وزي ان الف لليه. ان هما يهدوا موضوع في طريق الاول لكرة القدم وفي ريكة عن ناشئة. عزيم. اجيت لنا طبعا الموضوع الماضيات اللي احنا عملناها وجات فترة الاخيرة كان عندنا بعد تولي المجلس الكثير كان عندنا مباراة مع عماد الجيش. تم تعادل فيها بعد كده ام بي خسرناها. بعد كده موضوع الاسماعيلي في اسكندرية خسرناها. اخر خمس مباراة ناتر الاتحاس كانت تاري ما اخدش ولا نقص. والبالعكس كمان انه طالع من كاس مصر. في دول 32. كريبا ما البعطاشا السنة هذه الاتحاس ما طالعش في دول 32. فمن الزنة كانت صدمة. فلازم كنا نعني كيف خط كده ونقول. تعال بقى نفكر ايه اللي بي حصل بالسطفة. بالمصطفة انا كنت خارج مصر بعد مباراة الاسماعيلي ومتراشر. واللي حصل ان لما حصل الكلام ده لجنة بكرة اتكلمة السيدة الحمهيد. ومع الجهاز الفاني. شو اسبال اللي هزيمة ايه وتدهروا مستوى ويتدهروا نغاي. فتم الجلسة ما بين لجنة الكورة ومعها الكابت محسام حسن. وجهاز الفاني بالكامل معها الكابت مريم حسن. وجهاز يتصمونه اكثر من اربع ساعات. تتكلمهم في كل الامور تخص فريق الكورة. وكان فيه صراحة جدا في الجلسة. وتكلموا ايه اللي حصل. العيبة. اتحاس منها كلها. بعد الجلسة اتفقوا ان هم. عرضوا تقرير على المجلس اللي دارة. من اللي لجنة الكورة. وكان احد التوصيحات. هل الكابتن حسن والجهاز الفاني. ان هم يكملوا. او يفكروا في الجهاز الفاني. ايه. كان بالاجماع المجلس دارة الناجي. قالك انه يكون توجيه الشكر للكابتن حسن والكابتن إبراهيم. وانا عاوز اقول هنا في الحيطة دي. يعني. حاجة مهمة جدا جدا. من الكابتن حسن. حسن. من المدربين المحترمين جدا جدا. وانا باكدن كله احترام. وهو صديق. وراجل محترم. مشوكش منه كله الخير بصراحة. والكابتن إبراهيم حسن نفس الامور. ولكن هي الموضوع دي كورة. احنا بنتكلم السنة اللي فاتل هوكا معانا وقدوا ادها طيب. سنة دي. حشان كده تم التجديد له. وانا بطبعي محبش غير مدربين في نص سيزن. ولكن هي النتائج هي لأجبرتنا على كده. وتطلع من دور الثنين وتلاتين كمان في كاس مصر. والسنة فاتل طلعنا من دور السبتاشة من واجد يجلى برضو في كاس مصر. ولكن الفكرة بالنسبة لنا اننا كنا لازم ان نفكر وبقوة وبسرعة. ولكن ده لا كل طبعا من الكابتن حسن ولا الكابتن إبراهيم. الكابتن حسن مدربين الكبار اللي هو متاريخ. وهو قد خدر التحدي إخلاص. ولكن فعلا فيه سوء بخت. سوء وسوء حظ غير عادي. واداء اللاعبين ومكتوى بتاعهم فعلا في منحنة منخفض. بيش بيعلى. عدد اهداف اللي اتخذ في مرمى نادي الاتحاد هو الثاني فعلا في قصة عدد اهداف. بعد ذلك في غير الدخان. فالإقرار كان بالإجماع هو توجيه شوك للكابتن حسن وكابتن إبراهيم. وعشان كده تم ان احنا نفكر في مدير خاني جديد. بخصوص الكابتن حسن وكابتن إبراهيم. هل تم الاتفاق معهم على الشرط الجزائي اللي هو شهرين؟ هل أخدوه؟ هل تم الاتفاق على التنازل عنه؟ أو على تراضي شكل يعني فيه تراضي؟ ولا الدنيا مشت ازاي؟ بصة كابتن إبراهيم والموضوع يعني أخد أكبر من حجبه في موضوع الشرط الجزائي والكسة دي كلها. وانت تعلم ان الكابتن حسن وكابتن إبراهيم والجهاز الفني مرتبهم كبير جوان الاتحاد. والحمد لله مكشفي تقصير بالنسبان خلال الموسم اللي فات ولا الموسم اللي حالي. ما حصلش أي نعم التكثير هم يعلموا هذا الكلام ناحية المالية جوه الفريق بالكامل كلاعبين. على فك وانا بتكلم حدارك النهاردة اللي عيب الناجل بالتحاد والله هو مستحقاتها بيت كامل حتى نعيد شهر إبريل. ما عندهمش مشكلة. حتى الجهاز الفني بتكامل ما عندهمش في شهر اللي هم ما يشتغلوه. ما يخص موضوع الكريمة اللي هي بتاعت موضوع الشرط الجزائي. حصل حوار ما بين أستاذ أحمام يجيده الكابتن حسام حسن. وهو قال له الأفضل نبقى فيه كلام مع كابتن وليد بادر. وحصل إنه هو اتصال دي منهم مبارح. واتفي اتفاق إنه هم يعملوا جالسة إن شاء الله جلانة تبكورة مع الكابتن وليد بادر يوم الأربع إن شاء الله في الاستندلية. وإنه إن شاء الله يوصلوا لحل. ولكن حتة المالية والحتة القانونية في موضوع التعاقد ده عايقود ويحلوه. وأنا بشايف إن الموضوع يعني ياخد أكبر من الحجم وأكيد يعني موضوع حد يعني. هيجي بقى الجزء بقى نيجي على الجهاز شوية يهم الجهاز يجوا علينا. الموضوع هنوصل فيه لحل وإن شاء الله يتحل بشكل موضوع للطرفين وبطريقة محترمة جدا. إن شاء الله بإذن الله طيب. جات منين بقى فكرة التعاقد مع الكابتن عماد النحاس. برضو أنت تعلم حضراتك النهاز دا حنا متكلم 21 مارس. الدوري ينتيق 31 أغسطس. أنت تتكلم في حوالي خمس سور فاضلالك. فأنت عندك النهاردة أنت أاخد 14 نقطة من 12 مباراة فاضلك 22 مباراة. يعني أنت من 36 نقطة أخدت 14 نقطة يعني أنت مكملتش الثالث. فهذا يعني بالنسبة. إحنا عايزين نفكر في اللجاية. فهل إحنا بقى نجي مدير فن جديد. فلجنة كانت في توصيلها من لجنة الكرة جوا النادي. بالنسبة للمجربين. هل مدير فن أجنبي؟ طب لا نأجي الموضوع على مدير فن أجنبي. كان يضع النهاردة بعض الملفات أو بعض السجايات. يضع المدير الفن السابق نادي ودي دجلة. تكيس جنياس. أه، بعضهم كانت تم عرضه. واتعرض بعض المجربين المصريين. اللي هم باع كبير جول الدوري المصري. وتعرض اسمه طبعاً كابت حسام بدري. كابت نشوي غريب. كابت نحبيل بسيني مع أنه متعاقد مع نادي المحلة. كابتن أسام نبيل. كابتن عماد النحاس. ولكن في الآخر استقرر الرأي التوصية من لجنة الكورة على عماد النحاس. كبيرا بقى أنا قابلت في القاهرة. وكبيرا مش عارف إن أنا في جلسة دروقتي. وبعض الزملة من حالة. يعني في بعض القناة الفضائية اجتهدت شوية في المعايد. ولكن في الآخر تم الاتفاق. وتم الاتفاق في كل الأمور اللي تخص الكابتن عماد النحاس. وانا شايفه مدير فني محترم جدا جدا. وخلال الثلاث المواصل السابقة مع نادي الموينين العرب. أول سنة أخذ الخامس الدوري. ثاني سنة أخذ ربع الدار واللاعب بطلق أفريقيا. جزء السنة فات في المستوى مكانش على ما يعني يرام. علشان إنهما في بعض اللاعبين ما كانش هما على المستوى المطلوب. ولكن أنا شايف إنه أضافه من نادي الاتحاد. والنهاردة سوا جوده. جيه النهاردة من نادي حوالي ساعة 2 ونص وستقبله لجنة الكورة. وقعدوا معها حوالي ساعة. كان لهم في كل الشؤون بتخص فريق الكورة. وبعد كده أنا جيت حوالي نادي الساعة خمسة لأوروبا. اجتمعت مع الجهاز الفني المد نص ساعة. وقد اجتمعت مع اللعيبة. كل اللعيبة زال ما حابق شايفها في الصور. كل اللعيبة طلعت لعندها واتكلمت بكل ارتاحية وصراحة. حدت اليوم كده حتى يعني ملتحين نفسيا. ملتحين آه. بصراحة يعني ملتحين نفسيا. والجهاز الفني كمان يعني اتكلم معهم. وقال لك إن أنا أدرب نادي المقاولين العرب نادي. يشع عنده الجماعرية زي نادي التحدي سجندري. عنادي كبير شعبي زي نادي التحدي سجندري. بص poquito حتى��ك آنادي المحاس قال لك إن أنا جاي بتحدي. وإن شاء الله. ومدربه ما يا ز HQ يعني مدرب من المدربين اللي أنا بحترفهم جدا جدا. واللي عنده أفكار كروية يعني إن شاء الله بإذن الله يقدر ينجح بها مع نادي الاتحدي يا حيات محمد إن شاء الله بإذن الله. بصراحة إبراهيم ده أناPOO. في الكاسم انا عبتاها معاه. انا شفت هديه مكتازم وشفت هديه انه هو حتى عنده نعمة السرامة. كمان الجزء النفسي عنده مع اللعابين متهالي عيفل كبير جدا. صحيح. قدت اللبس نفسها عطي بغير. معاه كمان جهاز معاون. انا وجهت نظري انه هو جهاز برضو قوي. علاء عبدالغالي ورامي رابية. واخد معاه كمان عبدالرحمن فاروق. شؤون مالية وإدارية جوه النادي. اه احنا برضو اخدنا معاه محمد وطف اود متعاف quiero ابي ايه. 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 معنا جهاز اليداري محمد فتح من داري حراس مارمى. محمد فتح من داري حراس مارمى. ومعاه اه دكتور تأهيل. ومعاه اه دكتور للتحليل. اه. محل الاداء. محل الاداء ومعاه كمان دكتور تغذية. اين شاء الله. هر سيستام ابقايير وتمنى له ان شاء الله يعني فعلا التوفيق هو الجهاز اليداري والجهاز فاني وكهاز التب عندنا كمان رئيس جهاز التب تلتون عمل أشهر من تفاتلة محترمة جدا واللجنة الكرة بصراحة إن شاء الله يبقى لها كوش معاهم كده وفتغروهم أول بأول رايفا إن شاء الله يعني نعمل حاجة بإسم نجل الاتحاد إن شاء الله توقيت اللي انتو اختارتوه برضو توقيت مهمة يعني تستغلوا فيه فترة التوقف انه مدير فن جديد يبقى موجود يعني اعتقد ان دي كمان برضو كانت يعني فيها دراسة بصراحة بوش أول تايم الجاي في حظينا بصراحة يعني جينا في حظينا حراكة انت عندك توقف حوالي عشرين يوم دي كانت فترة تريبا انت ممكن انت يعني تغير الجهاز الفني وتديب جهاز فني جديد وتديله فرصة انه هو يتدرب ولكن أنا شفت حتى يعني عرفتها السور أنا بشوفها دري أنا بالنسبة لي انه حتى بد استيبال اللعيبة لهم في غرش اللبس اللعيبة كان استيبال طيب بصراحة واللعيبة كلها تشدد انت بتشدد على فكرة انه غرفة اللبس يعني مهم ان هي تتغير مهم ان الاجواء تبقى افضل يعني بالضبط والله كنت تبقى افضل يعني انا بقول ان الناس كلها ان شاء الله عندها نعم مسئولية عندها نعم من التحدي نعملوا حية طويسة وكان برضو حضر معنا في التنال سيد محمد خميس عيد مجلزة النادي فيه شكل جديد وشكل طيب وانه كان احنا ببعض الناس ما تخش يعني تتقبل الكابت العميات المحاس والجهاز المعاون ولكن ان شاء الله من بكرة ان شاء الله كل الامور تبقى فيها نعمل حدوء وطلب معاسكر ان شايف ان لجنة تكتور اعتقد معاه بكرة عشان طلب معاسكر برضى حوالي 4-5 ايام ان هو يجمع اللعيبة ولكن الحمد لله هو على فكرة يعني كان مخصوص جدا جدا انه شايف نجر الاتحاد بشكل جديد وشكله الجديد فكان مستهر نجر الاتحاد بقوة اللبس بتاعة المتمرات جيم بتاعه كان سعيد دي جدا وان شاء الله حتى رمي ربيع قبل كده كان عندنا بيلعب في نجر الاتحاد عام فروك بيلعب في نجر الاتحاد فبصوا حتى انه شايف نجر الاتحاد دي جدا تغير لا تغير الحمد لله الحمد لله فانا برضو يعني من خلال حضراتك ان انا عزار جاعتاني للجزئية مهمة ان انا حد ان انا اوجه شوكي للكابتن حسان حسن ولكابتن مريم حسن على الفاطر اللي هم عطوها في نجر الاتحاد سكنداريا وتنوالهم التوفيق واكيد ان شاء الله عن شوكي حتى بجو في مكانة جميلة وكمانة بليه بيهم ان شاء الله وكمانا كل التوفيق يا رب لمجلس دارة النادي وللتكبت العمد النحاس البطير الفني المحترم بالخلوق ان شاء الله ان شاء الله ناد الاتحاد يطلع من هو فيه وفاكل يليبي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله حاجة محمد انا بشكو حياك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله والنادي الاتحاد السكنداري كل التوفيق بشكو حضرتك شكرا جزيلا